السلام عليكم إخوة الأخوة و تصحب قناة إلكترو تيك نور مرحبا بكم هالدرس اللي غدي نتكلم بليكم اليوم إن شاء الله قد يكون درس استفادة يعني فاشكت يلا بديت المسار الميهاني تارت نتسبة هي يعني واحد المسألة و بحثت عليها يعني كبرنا شوية بحثنا عليها يعني كنت في واحد بوست دو ترانسفورماتيون بحالك اللي كتشوفو في الصورة إذا به مهم احنا في الإطرافو قد نشانجي واحد لترانسفو واحد لسيبرير قال لي ما تبقاش تدير الخطوة كبيرة بزاف يعني صغر الخطوة ديك ما اللي قتلي علاش قال لي كو تديره كيكونو دي دي شارج إلكتريك وهات شي خطار عال يعني ممكن تحراق ممكن يضربك الضوء ممكن مهم ما اقتعنات يعني بقى الفكرة راسيخة في البل ديالي إلا وكن بحث عليها مؤخرا ويعني رقيت شي شي حويجات وبغيت نتبارتاشين معك دونك كسك لا تنسيون دوباء هاد لا تنسيون دوباء الإخوان هادي هي اللي خصنا نتفاداوها في حالة وقوع شي دي شارج إلكتريك ماذا يعني؟ دابا فملي كتكون شي دي شارج إلكتريك كيظهر واحد الجهد كهربائي يسمى جهد الخطوة يعني على الأرض وكيكون ما بين الأطراف دي الإنسان يعني ما بين الأرجل دي الإنسان ولا حيوان ولا شي حاجة اللي كيجري فيها الدم دونك من اللي كتنزل هديك الشحونات الكهربائية اللاتير كتكون عن شكل دوائر دي سارج كيف ما كتشوفوا لينها بعدها بابطت هنا يا ذا ميل فولت كتبقى غادي وكتترب شوية بشوية غادي وكتقل دونك كتشوفوا هنا ما بين هات الأطراف هادو يعني كينا تقريبا من ميل سين سان ومن كنز ميل الميل الدي ميل كينا سينك ميل دونك تصورة إخوان سينك ميل فولت غادي تكون ما بين هاد الرجل وهاد الرجل الليستر يعني ممكن هاد المسائل كتصيب هاد الشحونات إلى تفرغوا في الأرض ممكن يصيبوا الحيوان ممكن يصيبوا الإنسان دونك منين كي يجيوا لصور زيل هاد 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 لطنسيون لكي يجيوا منين كي يجيوا؟ كينين تقريبا تروشوز كينكم ان كابل إلكتريك كابل إلكتريك واحد الكابل دي اللهو تنسيون تقطع قادي يوصل الارض دونك قادي يجيب هاد شحونات الارض مثلا 22 ميل 65 ميل 125 ميل دونك في هاد الحالة هادنا خاصنا نحتاطو من هاد الخطوات دينا تاني شيء مثلا كتكون شيء آلة ديال البناء أو ديال كتوشينينا مثلا في شيء شيء هوت تنسيون عشنو كيوقع؟ كيتصرب هادك اللكورون لطار وكيفما غادي قنق كيمشي عن شكل دوائر وهادك الدوائر غاديو كيقلفة لكورو دونك إلا جينا احنا في واحد البلاساق اللي بقى فيها لطنسيون طالع بزاف دونك لامور هادشي علاش خاص الخطوات ديالنا يكونوا قليلة أو كنبقاو فيكس في الارض تكتدوب هادك شحونات الكهربائية يعني كتصرب في الارض تاليت شيء هو الكليار يعني البرق هادك البرق كنعرف ورام شحونات كهربائية كمشوا للتار كمشوا للتار يعني هادك الكهربائية ديالك ممكن انها تصيب الانسان طالع في حالة يكون البرق ويكون وطاع قريب لك من الاحسن انك تبقى واقف في المكان ديالك متحركش أو تحرك بخطوات ديالتكون صغيرة بزاف طالع هادو ثلاثة الحويجات شفنا طالع من اللي يكون شدي شارج اليكتريك حاول الانسان يتفادق الاقتراب من هاد البيلون ديال لهو التنسيون لان هاد شحونات كهربائية كتصرب للتار لان ستكون هنا يعني بحال هاد شكل اللي كتشوفو هاد الالين هادو ما نقربوش حدا هاد البيلون هادو ما اللي تكون بار اكزامبل شي ديشارج اليكتريك يعني تميتو الخطوات تكون صغيرة بزاف باش نتفاداو اه الكرياسيون ديال واحد الاتنسيون ما بيال ليمون بردين اذا القاعدة شنو كتقول قاعدة كتقول قدمة كبارت الخطوة قدمة كيزيد الخطار يعني كيف ما كتشوفو يعني شوفو هاد شخص مثلا هنا يعني ما بين هاد دائرة وهاد دائرة تقريبا كينا واحد الكنز كينا نفان كيلو فولت سين كيلو فولت دونك كيلو فولت دونك خطار الاخوان ايدا من الاحسن الانسان كيبقى واقف المكان ديالو تاكي تصرب هاد شحونة الكهربائية او كيدير خطوات صغيرة باش ما يعطيش كرياسيون ديال واحد دي تي باي اللي غتكولي ما بين ليمون بر ديالو دونك انتمنى الاخوان تكونوا استفادتو وتبارك الله عليكم متبخلوش علينا بالدام لي لكم شكرا